السلام عليكم متتبعي قناة افكار محمد كنت من تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله في هذا الفيديو سنتعلم طريقة اعادة جهاز XVR الى وضعه الاصلي او الى وضع المصنع وقد يكون السبب متعدد ربما قمنا ببعض الاعدادات الحسسة في الجهاز وتم احدث تغيير في الجهاز او الى عدة اسباب من هذا القبيل المهم ننتقل الى الخطوات اولا نقوم بالضغط على الزر الايمن للفقرة ثم مني ثم نختار هذا الخيار منتينوس بهذا الشكل بعد ذلك نتجه الى الخيار الاخير هنا gestionnaire كما تشاهدون هذا هو الخيار نقوم بالضغط عليه ثم نختار هنا partifon ونضغط عليه فيظهر لنا هنا خيارين الخيار الاول اذا اردنا ان نقوم باعادة الاعدادات فقط نختار هذا الخيار الاول ثم نوافق اما الخيار الثاني فهو في حالة ما اردنا اعادة الجهاز الى وضعه المصنع نقوم بالضغط على الخيار ثم اوكي ثم هنا نقوم باضافة الرقم السري للجهاز بهذا الشكل ثم انتخي ثم نوافق هنا اوكي نضغط على اوكي سيقوم هنا الجهاز بيعادة الوضع يعني الى الاصلي او الى وضعه المصنع يعني كما كان في حلته الاولى يعني كما اشترينه لاول مرة سيزيل كل شيء حتى يعني الرقم السري كما ستلاحظون ننتظر فقط للحظات وسوف يعود الجهاز الى وضعه المصنع كما تشاهدون ها هي تمت الطريقة بنجاح وتم اعادة الجهاز الى وضع المصنع اما بالنسبة للطريقة الثانية فهي كما تشاهدون نقوم بفتح الجهاز وتلاحظون ها هنا هذا الزر بعد فتح الجهاز ها هو زر صغير نقوم بالضغط عليه فقط لعشر ثوانية بهذا الشكل ثم نقوم بتشغيل الجهاز وبهذا الشكل يقوم باعادة الجهاز الى وضعه المصنع يعني هذه طريقتين اتمنى ان اكون قد اوفيت في الشرح فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكراب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جددنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة